الحالة الجاية دي اللطيفة جدا بقى. عيان عنده اه اه خراج على الشرك. فبيسألنا. يعني يروح بقى الجراح صاحبه قريب اه جراح عامة يعني ولا لازم يدور على متخصص. شواء الغريب. شوف اهنا بص اهنا بقلنا سنين طويلة جدا من حتى من قام دكتور عحمد شفيق. يعني هو هو طبعا من اصحاق صاحب الله رحمه من نظرياته ان مفيش في المنطقة دي هي خراج. اول ما يتكون الخراج ده بقى نصور. فانت رايح تعمل النصور. مفيش خراج في هذه المنطقة. اول ما يتكون الخراج مفيش نصور. كان في نظرية زمان يعلموهنا واحنا اصغيرين اسمها ما تنتظرش الفلكتواشن اللي هي تبقى اه 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 طرية او اه تدوس عليها اه تخش وتيجي معاك. الفلكتواشن دي. الاستوى. اه يقولك الخراج استوى. اه ما تستميهاش. في الجراحة في الاماكن كلها بنستنى. الا في خمس اماكن. اه. اه. لو كنا بيدرسلنا في اه. اه. منهم ايه? البرينزون. اين? طيب نسأل ليه. البرست كده. اللي هو اه. اللي هو اللي هو الخراج فيه منطقة الشرقة ما تنتظرش. اه. اه. هنا من الحاجات البيب مثلا منهم البالب سبيس بتاع الصباح. لو ات سبته واستنيت فور فلكتواشن الهاي بريشور ده و اند يعني الضغط العالي. ونهاية الاوردة العقلة دي تفقدها. اه. فاسمها اند ايه? ارتريتس. تحصل واسكيميا ونيكروزيس وتفقدها. في السادي تعمل نصور. في البرست. في البرينل. في الشرق تعمل نصور. فخلاص جهزت احنا استنينا. وحصل الفلكتواشن. الفلكتواشن هيتكون الاستوى الخراج. فبقت ايه? خلاص بقت نصور. فما يروح يا الجراح اه يعمل حاله كويس.